أهلا بكم من جديد حولت السوشال ميديا العالم إلى قرية كونية صغيرة حيث تمكنت أو تمكن الوسائل المختلفة من وسائل التواصل الإشماعي من تكسير كافة القيود والحواجز فهي لا تعترف بحدود جغرافية أو مكانية وقد أصبح بالإمكان الآن أن توجالس في أي مكان التواصل مع أي شخص حول العالم ومعرفة كافة الأخبار التي تدور على السحة ولكن لكل شيء مميزات وعيوب فعلى الرغم من تلك المميزات لمواقع التواصل الإجتماعي ولكنها لم تخلوا من المخاطر والعيوب فإذا نظرنا حولنا نجد كثيرا أن من الأشخاص قد تعرضوا للمشاكل عن طريق تلك المواقع في هذه المحطة نتحدث عن كيف نحمي أنفسنا خلال أو من مواقع التواصل الإجتماعي مع الصحفي المختص على مواقع التواصل الإجتماعي محمود حربات يسعد صباحك أهلا سهلا فيك يسعد صباحك والله لا يجيب المشاكل عن الصباح بالبداية خلينا نعطي نصيحة قبل أن نبدأ بخوض نقاشنا في هذه الفقرة كيف نحمي أنفسنا خلال تجولنا على مواقع التواصل الإجتماعي هو نحمي أنفسنا من إيش إحنا ما نسمح بنشره هو نستطيع أن من خلاله يتم معرفة المعلومات ما ننشره و ما ننشره على مواقع التواصل الإجتماعي هو الذي يستطيع أن تحدد ما تريد أن تنشره و ما تريد أن لا تنشره فهي أكبر نصيحة فهي إحنا نبدأ نقاشنا هيك ولكن محمود كثير بالفترة الأخيرة خصوصا على الأخبار الكثير متداولة والهاشتاغات كل واحد يعمل حاله هو وسيلة أعلام و أنه كل واحد يتصابق في نشر المعلومات هذه الإشكالية الحقية التي أصبحت في عنا ترجمة أو تعريف خاطئ لموضوع صحفة المواطن والذي أصبح هناك نوع من أنواع المبرر لأي إنسان أن يكون صحفي صحيح مواقع التواصل الإجتماعي متاحة لدى الجميع و أصبحت يستخدمها الجميع ولكن هناك أساسيات و قواعد و أخلاقيات للنشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيما يخص نقل الخبر و نقل الحقيقة و نقل المعلومات و نقل الأخبار و بالتالي إذا ما كان الجميع ينقلها بدون أخلاقيات أو مهنة أو مسؤولية مجتمعية تكون إحنا في كارثة وطنية و في كارثة مجتمعية و إنفلات على النشر و هذه أكبر أعتقد أكبر مشكلة بتواجهنا كمجتمع فلسطيني لأنه من الألفين من بداية استخداماتنا إلها و انتشارها لهذه اللحظة و أنا أعتقد أنه يوميا إحنا من واجه إشكاليات و التحديد في ظهور أي حداث أو أي إشكالية مع الاحتلال بالتالي موضوع النشر و موضوع أخلاقيات النشر و موضوع الإشاعات و موضوع تخويف الناس و موضوع أسماء الشهداء و موضوع الصور المألهش لزوم و موضوع الحوادث السير و غيرها هذه الإشكالية الحقية اللي إحنا من واجهها و مواجهتنا إلها أعتقد أنه يجب أن تكون هناك خطوات هذه الخطوات تكون عملية سواء كانت توعوية سواء كانت للحد من هذه الظاهرة اللي أصبحت فعلا مشكلة لدى المجتمع الفلسطيني نعم يعني في هذا الموضوع أو خلينا نخوض أكثر في هذا الموضوع كيف يمكن التأكد من صحة و ضقة المعلومات المنشورة على مواقع التواصل الإشماعي كيف أقدر أعرف أن هذا الخبر صحيح أو غير صحيح كيف أقدر أتأكد من صحة هذا الخبر قبل ما أنا أداوله أو أعمله شير و مشاركة على مواقع التواصل الإجتماعي للأسف الشديد أنه إحنا قبل ما نجاوب على هذا السؤال يجب أن نجاوب للمواطن العادي المواطن العادي يجب أن يعرف من يتابع لأن المتابعة المواطن العادي والشخص العادي مهم جدا فالهواء أو محبين جمع اللايكات والشيرات والريج هؤلاء لازم يتم تصنيفهم بالأضافة للناس المهنيين وأصحاب الخبر وأصحاب العلاقة وأصحاب المصادر وأصحاب التأكد من المصادر الموثوقة وبالتالي هاي يجب على المواطن أولا أن يفرق ما بين أن هذول جميع اللايكات وما بين هذول صحفيين أو ناس مختصين أو عندهم الثقة العالية في هذا الموضوع وهذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه مش شطارة أنه دائما أنه يتم نشر المعلومة بسرعة يعني أنه مش شطارة أنك تكون انت الشخص الأول اللي بينشر هاي المعلومة فبالتالي اللي بيصير أنه في العديد من القضايا في عديد من الأسس العديد من الأخلاقيات بالتحديد مثلا في أسماء الشهداء يجب أن يكون هناك بروتوكولات يجب أن يكون هناك مصادر رسمية يجب هناك إبلاغ الأهل وغيرها بالتالي أنت لما تنشر هذا الموضوع حتى لو كانت معلومتك صحيحة هناك العديد من الإجراءات والأخلاقيات في نشرها فيه حتى كمان محدود السريع المقاطعة كثير من النشطاء من حدد أسماء ولكن كثير من النشطاء تصابقوا حتى في الصور حتى الصور الشهداء مؤضية فبالتالي إنه كمان صور الواحد إذا تخيل إنه إيم شهيد عم بتشوف صورة ابنه وهو ملطق في الدماء شو ديكون هي نفسيتها وإنعكاسها فمن الأفضل إنه تكون حتى الصور هي صورته وهو صورة شخصية إله وهو حي مدومة يعني بصراحة هاي موضوع الصور ما زلنا يعني نقع فيه يعني كل سنة عندما تكون هناك منافسة على الصور العالمية يكون اسم اسمين وثلاثة من المرشحين وفي الغالب يكون من فاز في هذه الجوائز يكون فلسطين أنا مش أعرف للآن هذه الكم اللي إحنا في عنا زملاء وأساد في عمالهم الآن أصبحوا يعني أسماء على مستوى العالم في موضوع الصورة الفلسطينية إحنا في المقابل هذه الإشكالية عنا وفي موضوع الصورة لأنه خلاص بصور بنشر خلاصنا هاي كلياتها بترجع لموضوع لنقطة أولى ونقطة أساسية هي في موضوع أخلاقيات النشر لا يوجد هناك قوانين ولا يوجد هناك قواعد ولا يوجد هناك أخلاقيات أساسية أو موضحة للناس إنه كيف يتم نشرها طيب إذا ما في الشيء رادع إحنا يجب أن تكون عنا أقل إشيء مسؤوليتنا الذاتية والخاصة والشخصية في أي نشر يعني والهي من نطلق منها إنك أنت قبل ما تنشر أي خبر أو أي صورة أو أو بتحب حدا من إهلك أو من أقاربك أو حتى أنت يتم ظهورك بهذا الخبر أو الصورة أو أو إذا بتحبها نشرها إذا لا بالتالي فيه هناك مشكلة بالتالي إحنا يجب أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية لدى كل واحد ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي يعني إحنا المحتوى فاضي يعني المحتوى أنا فاضي المحتويات الفلسطينية يعني يجب أن تكون هناك العديد منها الدكتور يكتب عن الطب المهندس يكتب عن الهندسي الخباز يكتب عن الخبز الطباخ عن الطهي كل واحد يختصاصه بالتالي يعني فيه بعض القضايا يعني إحنا بنشوف أنه التزاحم هذا على موضوع الصحافة ونشر المعلومات والأخبار هاي أصبحت وكمان فوقيها السبق الصحفي حتى صار عندهم حب السبق الصحفي هواس، 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 هاسوا يعني خليس أبتكم أم محمود عن موضوع الهاشتاغ الهاشتاغ كثير عم بتدولو الناس مش بس بفلسطين حول العالم بشكل كبير وفيه رسالة من الهاشتاغ بس في كثير ناس عندهم باستخدوا الهاشتاغ منزوم يتعرفوا شو رسالت الهاشتاغ أو ما هو الهدف منه وليش يستخدم هو الهاشتاج أكثر أكثر إشياء يستخدمه في التويتر وبعديها في الانستجرام أول ما بلش بلش في التويتر الهاشتاج بزبطش على الفيسبوك عد كثير في ناس بعملوه هاشتاج بزبطش يعني ما فيش فيه هنا لقياس لقياس فعاليت وقياس انتشاروه وغيره مثلا في التويتر بالتحديد ومن ثم في الانستجرام الهاشتاج أنت تستطيع من خلاله أنك بدون أنك تتواصل أو أنك تكون متابع حتى لأي حد تعرف أن هذا الأكثر حديثاً على في منطقة معينة هذه القضية منتشرة في هذه الأثناء وبتعرف أن خلالها الأخبار والمعلومات اللي صايرة في منطقة